ترجمة نانسي قنقر يوم 18 في كازابلونكا في الدار البيضاء يكونوا بقوة وبكثرة يسندوا الفاريخ تعم بيش نخرجوا يعني الأول في المجموعة ونتمكنوا بيش نتأهلوا بعد المنافسة العربية إن شاء الله بدور 32 ما بنسبة للحصة اليوم هي حصة الاستئناف بعد ثلاثة أسابيع عمل وثلاثة مباراية ودية اليوم بدنا حصة الاستئناف الأسبوع هذا لأننا نتنقلوا يوم التركيا يوم الخامس إن شاء الله مساء مش هو واضح لأن البطول العربية يوم 18 أول مباراة رسمية للاتحاد التنجرة ستكون يوم 18 أوت إن شاء الله وعلى هذا المعسكر اللي راح يكون في تركيا راح يكون ما قبل المنافسة اللي هو فيه ثلاث مبارايات ودية إن شاء الله بيش نحضروا فريقنا لخوض أول مباراة يوم 18 أوت مع الفريق البحريني إن شاء الله إن شاء الله نكونوا وجدين بنسبة كبيرة مننا يعني نهاية معسكر تركيا ننتظر يعني على الأقل أربع انتدابات جديدة نظن نرانا في الطريق السواب نظن هناك مدافع محوري وسط ميدان دفاعي رقم 10 يعني صانع ألعاب ومهاجم صريح رقم 9 إن شاء الله يتصلوا يوصلوا بنا لتركيا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر